بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سوف نتكلم الآن عن الرصد الغير المتمركز بنيجي نقول عند قياس أي زاوية زاوية وفقية يحدث في بعض الأحيان تعذر احتلال النقطة الأصلية فقد تكون قمة ميزانة أو فنار أو لأي سبب آخر فعندي النقطة الأصلية النقطة المسلسات المفروضة هحط عليها تديت هي النقطة تي ما بنضالش نقف نقطة تي للاسباب اللونها فبنختار نقطة أخرى أقرى ما يمكن لها بتسمى بالنقطة المساعدة وكل اللي حيحصل بعد كده إن حاجة أخذ الأرصاد من النقطة المساعدة كما لو كنت وقف فوق النقطة الأصلية وبعد كده بيتتم عملية التصحيح لتحويل الأرصاد من النقطة المساعدة إلى نقطة المسلسات الأصلية الخط الواصل بين النقطة المساعدة إلى النقطة الأصلية فامتدادها يعني من النقطة المساعدة إلى النقطة الأصلية فامتدادها ديب سميه الاتجاه الأساسي أو الاتجاه الرئيسي في المسألة طيب لو فردنا ان فيه نوطة اللي هي مثلا نوطة مرسودة اللي هي مثلا نوطة بي النوطة دي المفروض من النوطة الاصلية نوجه عليها فما يجرناش نقف على النوطة الاصلية وقفنا عند النوطة المساعدة حتى نتدليس فوقها ضبطنا تدليس ووجهنا على نوطة بي اللي هي من النوطة المساعدة الزاوية من الاتجاه الاساسي الى النوطة المرسودة اللي لو كنا وقفين على النوطة الاصلية دي بسميها الفا اللي هي القيمة الصحيحة اللي المفروض احنا عاوزينها طبعا نتيجة لاننا حطينا تدليس فوق نقصة اس فالزاوية اللي حتبة مرسودة هي زاوية الفا ديش اللي هي من الاتجاه الاساسي الى النوطة بي بس الكلام ده حيبقى عند النوطة المساعدة ويكون المطلوب اننا عاوزين نصحح الزاوية الفا ديش اضيف عليها تصحيح اللي هو قيمة الزاوية دلتا اللي عندنا اللي هي قيمة الزاوية دلتا فعندي الفا بساوي دلتا زاوية الفا ديش حيث ان الفا عبارة عن زاوية خارجة عن المسلسة بي اس فتساوي مجموعة الزاويتين الغير مجاوريتين للزاوية الفا اه لو جينا طبعنا قانون اه طول الضالة على صين الزاوية المقابلة حيجي حيبقى عندي المسافة ايه اللي هي المسافة بين النوطة الاصلية المساعدة على صين زاوية التصحيح دلتا حساوي المسافة دي على صين الزاوية التي قيصت اللي هي زاوية الفا ديش طبعا واضح هنا ان انا باجي اقول ديش هي نفسها دي المسافة بي اس هي نفسها بي تي لو جينا شوفنا المسافة زي الزغيرة دي المسافة اللي هي بين النوطة الاصلية والمساعدة زي ما قلنا ما بتجاوز متر الى اتنين متر يعني بتبقى في الحدوث الزغيرة جدا بين المسافة دي دي بتبقى بالكيلومترات فمش هتفرق ان دي تبقى بالتقريب بنيجي نقول ان المسافة بي اس بي ساوي بي تي طبعا منها العلاقة دي الممكن اطلع قيمة سين دلتا ومنها اطلع قيمة دلتا بالساوي سين مينس ون او الزاوية اللي السين بتاعها ايه بسين الفا ديش على دي وهو دي العلاقة اللي باستخدمها بعد كده بيجيب قيمة التصحيح او الزاوية الفا المصححة بالساوي الفا ديش زي دلتا كوا دي اساس الرياضي لعملية الرصد الغير متمركز طيب اه لو جينا اخدنا مثال بنيجي نقول وضع جاس يدريس فوق النقطة مساعدة اكس ورصدت الاتجاهات في اتجاه عقارب الساعة الى اي و بي و سي على التوالي كانت الزاوية او الاتجاهات ده اتجاهات مش الزاوية وكان المسافة عدم التمركز مسافة عدم التمركز هي عبارة عن المسافة بين النقطة المساعدة والنقطة الاصلية والاطوال موجودة عندنا اي سي و اي بي المطلوب حساب قيمة الزاوية C A B هادي الشكل عندنا النقطة الأصلية نقطة A المفروض أنا عاوز الزاوية C A B اللي حصل إن إحنا مش عارفين نوع فوق نقطة A وإفنا عنده نقطة أخرى ومساعدة اسمها X و S الزاوية C X B المطلوب تصحيح الزاوية بحيث النتيجة للزاوية المطلوبة طيب فين الاتجاه الأساسي بتاع المسألة الاتجاه الأساسي من النقطة المساعدة إلى النقطة الأصلية فامتدادها ده الاتجاه الأساسي طيب الاتجاه الأساسي ده الزاوية من الاتجاه الأساسي لو كنا وقفين عنده نقطة A يبقى الزاوية إلى C أو هتبقى هي عبارة عن ألف واحد وإلى B لو كنا وقفين عنده نقطة A هتبقى هي الفة اتنين. والفة اتنين نص الفة واحدة هي قيمة الزاوية الحقيقة. اللي حصل ان انا وقفت عنده نقطة اكسة. وا. اسة الزاوية الفة واحد داش. واسة الزاوية الفة اتنين داش. الفرق بينهم هتدينا قيمة الزاوية سي اكس بي اللي هي الزاوية الخاطئة. طيب نجري عمل ايه التصحيح ازاي? بنجي نقول اول حاجة. بالنسبة. ليه? عندي ده الفة واحد. ادي الفة واحد. ادي قيمة دلتة واحد. اللي هي المناظرة بتاعة الفة واحد. ودي زاوية اه او مسافة عدم التمركز. دلتة واحد هل ممكن اجيبها? ممكن اجيبها باستخدام القانون الموجود عندنا. طبعا انا هنيجي اللي هي الفة داش. الفة داش اللي هي الزاوية ديت. نفس الكلام هاملوه بالنسبة لدلتة اتنين. طلعت دلتة واحد ودلتة اتنين. بعد ما طلعت القيم التصحيحات. بجيب الاتجاهات المصححة. الفة واحد. اللي هي عبارة عن الفة واحد داش اللي انا استهى. زايد قيمة التصحيح الخاص بها. وعندي الفة اتنين. نفس الكلام. يبقى عندي الفة اتنين والفة واحد موجودين. لو جينا اتراحل الاتنين من بعضهم. هتدي له قيمة الزاوية سي اي بي. وهي الزاوية المطلوبة. طب. لو جينا اشوفنا مثال اخر. بنول اي بي سي دي. اربع نقط مسلسات. لم نتمكن راس الزاوية من نقطة دي. يبقى في عندي نقطة اي. وفي عندي نقطة بي. وفي عندي نقطة سي. وفي عندي نقطة دي. هدي اربع نقط. بيقولك دي اربع نقطة من ثلسات. اه لم نتمكن من راس الزاوية عندها نقطة دي. نقطة دي ديت. معرفناش نقطة فيها. طب ايه اللي حصل. اننا اخترنا نقطة مساعدة لها اكس غرب دي. يعني عندي دي ايه يعني تقريبا في الغرب. يبقى جينا نقطة لها نقطة اكسة. واقسنا الاتجاهات والمسافات كما ايه هو مباين. يعني ايه? يعني جينا او افنا فور نوت تي اكس. عملنا ايه? اه رحنا يسين اولا مسافة اكس سي. واكس بي. واكس اي. كويس. انا عندي مسافة عدم التمركز. ادي ايه? اللي هي المسافة من دي الى اكس. دي عبارة عن عشرين متر. كويس. الاتجاه الاساسي فين عندي? الاتجاه الاساسي لازم يتحدد في المسألة قبل ما ابتدي اشتغل في المسألة. بمعنى اكس من النقطة المساعدة الى النقطة الاصلية فامتدادها هو دي الاتجاه الاساسي. هو كان مديك هنا بيقولك ان الاتجاه الاساسي اللي هو اكس ايه. فين اكس ايه? اكس ايه? اكس ايه اربعة وخمسين اكس ايه. في عندي اكس ايه اللي هي تلاتة وستين. وعندي اكس دي اللي هو الاتجاه الاساسي اللي اننا عليه ده كان اربعة وتسعين. كويسة. يبيز ان دي الاتجاه الاساسي. طب. لو جيت شفت من الاتجاه الاساسي. الى النقطة ايه? او النقطة. حاجة لايه ان الزاوية هي لقيت عبارة عن الفة واحد. من الاتجاه الاساسي. لو لو كنا وقفين فوق نقطة دي. كان حتبقى دي عبارة عن الفة واحد. طيب. لو كنا وقفين برضك فوق نقطة دي. يبقى من اول هنا لغاية الاتجاه الى بي. هي لقيت الزاوية الفة اتنين. الفة تلاتة اللي هي من الاتجاه الاساسي الى نقطة سي. كل الكلام ده لو كنا وقفين فوق النقطة دي. طب. ايه اللي حصل لقتي اللي حصل لقتي ان انا مش عارف اجيب الاتجاه دي ايه. انما لو جيت عند نقطة اكس الاتجاه الاساسي اهو. والاتجاه الى ايه? هو من دولة. من اكس الى ايه? مية وستاشر. طيب الزاوية دي قد ايه? الزاوية ديت حاجة لقى ان الفرق بين الاتجاهين مية وستاشر منها سربعة ودسعين. وده احتبا بس الفا داش واحد. مش الفا واحد. طيب برضك نفس الكلام. من اكس الاتجاه الاساسي الى ومن اكس الى الاتجاه نقطة بيه. هتبقى هو دي الفا داش اتنين. والى نقطة السياحة دينا الفا داش تلاتة. طب الفا داش واحد. ده فين التصحيح بتاعه? اللي هو هيبقى دلتة واحد. والتصحيح دلتة اتنين بالنسبة للاتجاه لو جينا وصلنا البيه. والتصحيح دلتة تلاتة بالنسبة لو كنا موجهين على نقطة سي. طيب. لو جينا شفنا الكلام ده وعملناه في الفا داش واحد. ايه الفا داش واحد. ازاي بيجيب الفا داش واحد? الفا داش واحد. اللي هي المسافة الزاوية دية. الزاوية دي بيساوي ايه? بيساوي الاتجاه من اكس الايه? الى والاتجاه من اكس الى اللي هو الاتجاه الرئيسي من اكس الى دي. لبقى حاجة لايه انها بالساوي مية وستاشر ناقص اه ناقص اربعة وتسعين. طب الفا داش اتنين نفس الكلام. والفا داش تلاتة وكل واحدة المسافة بتاعتها دي بتاعتها. وحنطبق فيها العلاقة. السابق ذكرها. اللي هي دلتة بساوي صين مينوس وان ايه صين الفا داش على دي. اه منها ممكن اطلع قيمة دلتة واحد. اجا لاحظ ان قيمة دلتة واحد موجبة. حاجة اطلع قيمة دلتة اتنين. حاجة لايه برضا كالقيمة موجبة. ليه ديت? علشان دي هنا الصين اتنين وعشرين. دي الصين مئة وستين. لما اجا اشوف دلتة تلاتة. حاجة لايه ان الاشارة بقت سالبة. على اساس ان دي الصين تلتمية تسعة وعشرين. يبقى ازا تلتمية تسعة وعشرين ديت. بطلع الصين احطت القيمة بالاشارة. فالتصحيح بيطلع بالاشارة بتاعت. اه لو ضفنا التصحيحات ديت على قيم الزواية. هنيجي نطلع الفا واحد والفا اتنين والفا تلاتة. طيب. جينا الفا واحد. ادي الفا واحد. اللي هو من الاتجاه الاساسي لنقطة ايه? الفا اتنين من الاتجاه الاساسي الى نقطة بي. الفا تلاتة من الاتجاه الاساسي الى نقطة سي. طيب. ايه بعيزا ممكن الاتجاهات المطلوبة دي ايه. انا عاوز دي ايه. حاجة لايه ان دي ايه بتساوي. الاتجاه من دي الى ايه بيساوي الاتجاه الاساسي اللي هو 94 و32 زايد ألفة واحد ده زايد ألفة واحد وعندي دي بي نفس الكلام زايد ألفة اتنين يبقى عندي الزوادة عبارة عن الاتجاه الاساسي 94 و32 زايد قيمة ألفة اتنين اللي أنا جبتها وقيمة المصحاحة وبعدين برضك نفس الحكاية دي سي ومنها يبقى المسألة انتهت على كده وإلى محاضرة أخرى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته